محاولة جديدة لرأب الصدع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فشلت هي الأخرى واستمرت الاتهامة من الطرفين بالخيانة والتفرد بالحكم إذ طالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لهور شيخ جنغي تقديم الاعتدار للشعب الكردي متهماً إياه التسبب بدخول قوات الحكومة العراقية إلى كاركوك وإنهاء سيطرة قوات البيشمرقة للحزبين الكرديين عام 2017 هناك تعند من قبل تيار معين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن ينسي الجميع ما فعله في الماضي في الماضي القريب جداً منذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الأفعال المتكررة والمستمرة في بغداد أو في غير بغداد لإغاظة الحزب الديمقراطي الكردستاني تتعلق بكيفية إدارة الملفات الاقتصادية وكيفية إدارة مواضيع علاقات مع بغداد وربما تتعلق بعلاقات مع دول الجوار وملفات أخرى في حكومة إقليم كردستان وخرج حزب الاتحاد الوطني من رحم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق عندما قاد الرئيس العراقي الراحل جلال طلباني تياراً ثم أعلن عن تشكيل حزبه عام 1975 وظلت العلاقة بين الحزبين منذ البداية يغلب عليها طابع التنافس والتوتر والصراع ولم يترادد الطرفان في الاحتكام إلى السلاح كلما لازم الأمر مراقبون يعتقدون أن ليس أمام الحزبين سوى الحوار الجدي من خلال شخصية متنفذة وصاحبة قرار استمرار المشاكل بين الحزبين أدى إلى تراجع الوضع النفسي والوضع السياسي وحتى الاجتماعي في الاقليم فلهذا أي علاقة إيجابية بين الحزبين ستنعكس بإيجابة على الاقليم والعكس الصحيح وكان نيتشرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق قد دعا الأطراف الكردستانية إلى وضع الخلافات جانبا وعقد اجتماع في رئاسة الإقليم بعد انتهاء عطلة عيد نوروز بارزاني وفي تهنيئته بمناسبة عيد نوروز طالب الأطراف الكردستانية بتوحيد الصف والتلاحم والعمل المشترك مؤكدا أنها لم تجلب لكردستان غير المزيد من الضرر والتشردم عبد الحمزي باري الحرة أربيل